معلوماتي ان كلاتنبرج النهاردة كان قام مع الحكام وقال لهم ان دي جريمة كراوية قال لهم دي فوتبول كرايم قال لهم دي فنالتي مفهاش كلام واللي حكم بتاع الفار هيتعاقب هيتعاقب انا بقول لكم لان الكرة مفهاش انت يعني جاي بتضيع مجهود ناس بتشتغل وناس الكرة دي فنالتي خلاص خلص القصة جيم مختلف في التوقيت ده هتيجي بقى ناس تقول لك ايه ارجعلي بعد ازنك هتيجي ناس تقول لك ان ميدو بيستغل البرنامج في ان هو يدفع عن الاسماعيلي اه باستغل البرنامج ان هو دفع عن الاسماعيلي النادي الاهلي عنده قناة 24 ساعة بتدفع عن حقوق النادي الاهلي ونادي الزمالك عنده قناة 24 ساعة بتدفع عن حقوق النادي الزمالك وده حققهم احنا بقى نتكلم فين قلولي احنا نتكلم فين من حققنا ان احنا ندفع عن نفسنا وانا النهار ده هنا وانا بتكلم ما بدفعش عن النادي الاسماعيلي بس بدفع عن كل الاندية كل الأندية بتتعرض لظلم تحكيمي وإحنا عارفين إن إحنا عندنا حكام كويسين جدا لازم يتدربوا كويس ولازم ياخدوا تراك يمشوا عليه إنهم الأخطاء لو الراجل طلع إيديه ما تبقاش كل واحد بياخد قرارات على الكيف تبقى قرارات موحدة ما إحنا قولنا عايزين كبير تحكيم أجنبي ليه عشان يبقى فيه قرارات موحدة وعشان يعاقب المخطئ زي ما المدرب كده لما بيفتح مقق أو بتروح لسعو غرامة أو لسعو إيقاف أو العيد بيتكلم بتروح عامل الحاكم برضو قولنا في كل هتة في العالم بيتعاقب إحنا مش طالبين إلا العدل فقط إحنا طالبين العدل فقط هل فيه استهانة بالأندية الشعبية مفيش أنا شايف الدولة بتحاول تساعد الأندية الجمهيرية والأندية الشعبية على قد ما تقدر الراجل الدكتور أشرف صبح وزير وزير الشباب والرياضة ما بينامش عشان يساعد الأندية الجمهيرية يبقى أرجوكو يا جماعة يا أخوانا اتحاد الكورة أنتوا معاكم ملفين ملف التحكيم ومللف المنتخبات إن شاء الله رب نيكرمكو في الاتنين وتوفقوا فيهم بس هو تستهونه بقى أكل إيش الناس هو تستهونه بقى أكل إيش الناس الناس بتتعب وبتشتغل وبتخلص عشان في الآخر المنظومة تساعدهم وهو وإنت بتتفرج تفتكر إنه تقول داميدو بيتحجج لا القرارات التحكمية فيها جزء كبير من اللعبة والجيم كل الأندية بتعاني مش بقول لكم الإسماعيلي بس كل الأندية بتعاني إحنا جماعة صرفنا ملايين اسمعوني بقى إحنا صرفنا ملايين على الـ VAR ده وجبنا عربيات وشركات أسبانية وبنصرف ملايين مش عشان تقعد حكم في الفار يبقى مكسوف إنه هو ينادي الحكم عشان يقوله الكورة بانلتي ولا مش بانلتي فين النهاردة الشغل اللي إحنا طلبينه وإن إحنا بنقوله فين كل الأندية كل الأندية عاملة شكاوي كل الأندية عاملة شكاوي في التحكيم مش على فكرة مش بتحججه ولا حاجة ولا مفيش الناس عايز تاخد حقوقها الناس عايزة تاخد حقوقها والنهاردة الأندية الشعبية والأندية الجماهرية ملهاش صوت ملهاش صوت النهاردة الإسماعيلي يا بلد ترند النهاردة على تويتر ترند رقم واحد دم حضراتكو يعني تاني أنا مش بكلم حضراتكو في قرارات أو مواقف مشكوك فيها بكلمكو في حاجة واضحة للجميع اللي غلط يا جماعة لازم يتعاقب زي ما إحنا لما بنغلط ما بنقصن لو تعاقبنا ما بنكلمش حد نقوله إحنا تعاقبنا نيه لأن خلاص إنتا بتنفذ القانون عليها مفيش أي مشكلة وإحنا حرسين جدا على فكرة جدا في تعاملنا مع الحكام وبندي تعليمات للعيبة أن هم يساعدوا الحكام وبندي تعليمات للكباتن الفرقة الحاكم احتويه الرجل حاول تحميه على قد ما تقدر إنما لا للصبر حدود إيه في إيه؟ إيه في إيه يا جماعة؟ الخطأ الأخطاء كده تبقى واضحة كده للجميع ومفيش حد مفيش حاجة؟ لا إحنا نادي الإسماعيلي نادي كبير مش نادي صغير بقولوك فيه مليون ونص مواطن في إسماعيلية كلهم بلا استثناء بيشجعوا النادي الإسماعيل ده غير الناس اللي بتحب الإسماعيلي ومحبين الإسماعيلي من بره أنا مش هتكلم عليه لكن بقولوك ده مليون ونص مواطن وتاني النادي الإسماعيلي مش طالب أي حاجة إلا العدالة زي الأندية كلها طالبين العدالة وتاني انت بتقول إن بتقول إن انت بتستغل برنامجك اه باستغل البرنامج ومن حق اي مدرب يطلع معايا بديله المساحة او اي مسئول نادي انه يطلع يدفع عن حقوق ويتكلم وفي قنوات اندية شغال 24 ساعة بتدفع عن حقوق الاندية احنا ما عندناش الرفاهية دي ما عندناش الرفاهية دي لكن احنا مش هنسكت مش هنسكت هندفع عن حقنا لغاية اخر يوم في اي شغلنا هندفع عن حقنا لان ده حق اصيل للنادي وحق اصيل للاندية والنهار ده الرابطة انا بقول لكم رابطة الاندية مش هتسكت على المهزلة اللي بتحصل كل مطش فيه خطأ جسيم خطأ حاجات بسيطة جدا حاجات بسيطة جدا وسهلة جدا على اي حكم مع وجود الفار كمان المفروض تبقى اسهل احنا جبنا الفار عشان نتعيق نتعيق بيه ان احنا عندنا فار ولا جبنا الفار عشان يحقق العدالة جبناها عشان يحقق العدالة يبقى يا جماعة ما ينفعش يبقى المفار موجود وانت صرف لي فلوس والعربية قاعدة برا والراجل قاعد والدنيا حلوة وفي الاخر لما يجي يعمل شغله ما يعملوش ارجوكم ارجوكم عايزين دوري بجد ولا عايزين تهزروا احنا كلنا عايزين دوري بجد انتوا يا جماعة الاخوة في اتحاد الكرة ما حكوش الا ملفين ملف المنتخبات وملف التحكيم لو يا جماعة ملف التحكيم مش عارفين تدروه اتدولوا الرابطة وانا بقولكم الرابطة هتعرف تديره لكن انا متأكد ان انتوا كمان مع شوية تركيز تقدروا تدروه ترجمة نانسي قنقر